ترحب دولي بالتقدم في اجتماع اللجنة الاستشارية في جينيف محاولات لطيم لف الداعشيات الأجانب وأبنائهن في ليبيا بايدون يجهز لقرار حاسم لدخول الرعاية الأجانب إلى الولايات المتحدة أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي إلى اتفاق حول ألية اختيار السلطة التنفيذية الموقعة وأضفت أن الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي ستصوت على الآلية التي توصلت إليها اللجنة الاستشارية يوم غدا الاثنين وأعلنت أنه بناء على المقترح الذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية بخصوص آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقعة سيقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار أو في اختيار 70% البحثة الأممية وخلال إحاطة اللهف من جونيف تعلن أن محادثات اللجنة الاستشارية التي انطلقت في الثالث عشر من الشهر الجاري شهدت تقدما كبيرا حول مقترحات ألية اختيار السلطة التنفيذية التي لم يستطع ملتقى الحوار السياسي إلى الوصول لصيغة توفقية حولها وبناء عليه أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز توصل اللجنة الاستشارية إلى اتفاق حول آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقعة وليامز حددت أربع مهام رئيسية للسلطة التنفيذية لآلية مقترحة لاختيارها وتتمثل المهمة الأولى لهذه السلطة في توفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات العامة في الرابع والعشرين ديسمبر المقبل فيما سيكون إطلاق المصالحة الوطنية مهمتها الثانية إضافة إلى مكافحة الفساد وإعادة الخدمات العامة في البلاد كافة حسب ما أعلنت وليامز خلال مؤتمر صحفي هذا وأكدت على أن السلطة الموقعة ستحل محلها حكومة دائمة منتخبة ديمقراطيا يختارها الشعب الليبي سلطة تنفيذية موحدة موقعة قوامها اشخاص وطنيون ليبيون يريدون التشارك في المسئولية بدلا من تقاسم الكعكة وشددت على أن الأمم المتحدة لن تشارك بأي شكل من الأشكال في تسمية هذه السلطة مجددة تأكيدها على أن حل الأزمة في ليبيا يبنى على حل الليبي لبي فيما يقصر دور البعثة الأممية على الدعم والتيسير مؤكدة على أن المقترح الذي توصلت إليه اللجنة سيقوم كل مجمع انتخابي على حدة بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار 70% وحال تعذر ذلك فسيتم التوصل إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم كل قائمة مكونة من أربعة أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له أي رئاسة المجلس الرئاسي عضوية المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء رحبت كل من بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مواقة جديدة دعية في ذات الوقت الشعب الليبي والمجتمع الدولي إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة الانتقال السياسي السفارة الأمريكية أوضحت أن عمل اللجنة الاستشارية يعكس المطالب الواضحة للشعب الليبي دعية جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة ومن تونس ينضم إلينا المتابعة للشعب الليبي الدكتور محمد درميش دكتور محمد أهلا وسهلا بك عبر أخبار الدبليو تيفي من متوقع غدا في الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي هل سيتم التصويت أخيرا على الألية لاختيار السلطة التنفيذية؟ أهلا وسهلا بك تحية مسئية طيبة لكم والأخوة زملاك الكرام والأخوة المشاهدين الكرام بطبيعة الحال نتوقع أن يتم التصويت على هذا المقترح ولكن طبعا ما يهمني في اختيار السلطة التنفيذية هو الزمن أنتم تعرفوا أن يوم 24 ديسمبر في نهاية السنة هذه ما تنتعرف أنتم الزمن هذا مهم جدا لأن عندما يتم اختيار السلطة والمطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة من تطلب هذه الشروط في ترشيح المترشحين للمجلس الرئاسي أو الحكومة طبعا هل السؤال يطرح نفسه هل الفترة الزمنية كافية لتستطيح هذه الحكومة التنفيذية بالوفاء باستحقاقاتها؟ النقطة الثانية هي ما هي القاعدة الدستورية القاعدة الدستورية التي سوف نرتكز عليها في انتخاباتنا في الـ 24 ديسمبر هذا ما يهمني هذا اللي نسأل عليه السؤال لأن هل السؤال وهذا بطبيعة الحال سوف يؤثر من إمكانية عقد الانتخابات في هذا العام طبعا طبعا لنت تعرف أنت الانتخابات ما تجيش يوم 24 ديسمبر لازم تكون قبلها شهور ستة سبع شهور أعداد وسن قوانين وقاعدة دستورية نحن عند الآن ما زلنا ما توفقناش على القاعدة الدستورية التي على أساسها سوف يتم الانتخابات يوم 24 ديسمبر حتى هي الألية يعني في مشكلة أخرى حتى في مسألة أنه يتم التصويت على هذا المقترح أنه نسبة 70% من المشاركين لاختيار هذه الألية في كل إقليم يعني إذا ما وضعنا حتى في مسألة الخلاف الحاصل بين كل إقليم على حدة يعني الموضوع 70% البعض يقول بأنه غير واقعي لا يمكن الوصول إلى هذه النسبة هذا شيء مقبول ولكن أنا اللي متخوف منه أكثر لو افترضنا أنه تم التصويت عليه وتم قبول الترشيحات للسلطة التنفيذية وتم اختيار السلطة التنفيذية هل تستطيع السلطة التنفيذية في الفترة الزمنية القصيرة هذه تحقيق كل الاستحقاقات التي ذكرت في التقرير من طرف مسؤولة البعثة للدعم للأم المتحدة في ليبيا فهذا السؤال يطرح نفسه هل نحن في واقع أنتم تعرفوا من المشاكل الآن وتدني مستوى لدى الحكومة والمشاكل والأزمات الآن في ليبيا هل تستطيع حكومة مصغرة في فترة زمنية بسيطة إنها تستطيع الحد من هذه المشاكل هل سوف تتقيد هذه الحكومة بهذا الإطار الزمني حتى لو تقيدت لكن الفترة الزمنية لا تستطيع أي حكومة في فترة زمنية معينة أن تحقق هذه المتطلبات المذكورة في التقرير خلونا واقعيين لأننا نعفل ببيع المعقد أو صعب وفي نفس الوقت أننا نقادمين على الانتخابات يوم 24 ديسمبر الأولوية أننا نركز على القاعدة الدستورية ومن ثم نختار السلطة التنفيذية التي تكون بهذه المهمة نعم وصلت الفكرة ووقت في معك بهذا القدر كنت معي المتابع للشان الليبيا الدكتور محمد درميش بعد تعيينه مبعوثا أمميا جديدا عقب اعتذار البلغري نيكولاي مالدينوف أسلوفاكي يان كوبش سيستلم مهامه من الأمريكية ستيفاني ويليامز التي قادت البعثة الأممية بالإنابة منذ مارس الماضي وكان مقررا أن تنتهي مهمتها في أكتوبر الماضي لكن تم تمديد مهامها بسبب الإخفاق في تعيين مبعوث أممي جديد طيلة تلك الشهور نتابع بعد تعيينه مبعوثا أمميا جديدا عقب اعتذار البلغري مالدينوف السلوفاكي يان كوبش لا يملك فسحة من الوقت لإنجاح تشكيل سلطة تنفيذية موحدة والاتفاق على قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات قبل نهاية العام كما يرى دبلوماسيون على العكس الكثير من الأسماء التي اقترحت لخلافة المبعوث الأممي لدى ليبيا اللبناني غسان سلامة لم يستغرق الاتفاق على السلوفاكي كثيرا من النقاش بين أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر ومنذ استقالة سلامة في الثاني من مارس الفين وعشرين لم يتمكن مجلس الأمن من التوافق على أسماء المرشحين الذين اقترحهم الأمين العام الأممي أنطونيو جوتيريش فكانت واشنطن حجرة العثرة أمام تعيين الدبلوماسي الجزائري رمطان العمامرة ثم وزيرة خارجية غانا السابقة حنة تيه ما أثر استياء الاتحاد الأفريقي الذي يملك ثلاثة مقاعد في مجلس الأمن مكنته من إحباط ترشيح واشنطن رئيسة الوزراء الدينماركية السابقة هيلشميث لهذا المنصب لكن تم تجاوز الإشكال بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بعد قبول مقترح واشنطن بتقسيم رئاسة البعثة الأممية إلى منصبين يعود أحدهما إلى شخصية إفريقية من باب الطردية وهو الزنبابوي راتسون زنجان ووفق مراقبين فإن كوبش الذي ولد عام 1952 شخصية دبلوماسية معروفة أمميا وسبق أن أوكله مجلس الأمن للقيام بعدة مهام دولية لذلك كان اختياره ميسرا رغم تحفظات أثيرت بشأن فعليته وصراحته القاسية أحيانا وسيستلم كوبش مهامه من الأمريكية سيفاني وليامز التي قادت البعث الأممية بالإنابة منذ مارس الماضي وكان مقررا أن تنتهي مهمتها في اكتوبر الفائت لكن تم تمديد مهامها بسبب الإخفاق في تعيين مبعوث أممي جديد طيلت تلك الشهور ينضم إلي من موسكو الناشط السياسي أحمد أبو عرقوب أحمد أهلا وسهلا بك عبر أخبار الـ WTV السؤال الذي أطرحه إليك هل سينجح المبعوث الأممي الجديد في إكمال الإنسيابية التي تحلت بها البحث الأممية أخيرا في عقد المسارات الوصول إلى توافقات عديدة وخاصة وأن المتبقي هو الأهم عقد الانتخابات في نهاية هذا العام وتثبيت وقف إطلاق النار كيف سيكمل هذه المهمة؟ مساء الخير تحية لكم والأستاذ المشاهدين الكرام دعنا في البداية ننتظر غدا نتائج التصويت عن الألية التي قدمتها اللجنة الاستشارية الألية لاختيار المناصب السيادية هل سوف تمرر غدا في ملتقى الحوار السياسي أم لا؟ هو سيد أحمد أنا هذا السؤال اطرحته قبل شوية كان معي ضيفي حول هذا الموضوع أنا سنقص معك في تفاصيل هذا الأمر ولكن أجبني على هذا السؤال من ثم نكمل الحديث حول الجلسة العامة التي سوف توقض غدا نعم فيما يخص مهمة المبعوث الأمم الجديد استيفان يوليامز فقدت المزدقية لها تصبيح سابق أنها عندما قالت في حال تم توقيع وقف إطلاق النار فإن المرتزقة والقوات الأجنبية سوف يغادرون ليبيا خلال 90 يوم 90 يوم لم يتبقى منهم إلا أسبوع أو سبعة أيام لذلك استيفان يوليامز تذهب غير مأسوف عليها وننتظر ماذا سوف يقدم المبعوث الجديد لديه اتحديات كبيرة أهمها تتبيت وقف إطلاق النار مع مدى قدرته في التأقلم مع الملف الليبي الملف الليبي متأزم هناك تدخلات خارجية قوية هناك دول إقليمية تطمح للوصول أو دعنا نسمي الأسماء بمسمياتها أردوغان لا يخفي أطماعه في الوصول إلى منطقة زيلان النفطي ومن ثم السيطرة على المواني والحقول النفطية مما يجعل عودة الاشتباكات أمر دائما مطروح ما مدى قدرة المبعوث الأمم الجديد في التعامل مع هذه الأمور ثانيا ما مدى قدرته في حال وصلت الملتقى الحوار السياسي إلى اختراقات مهمة في تشكيل يعني هذا الموضوع كيف سيضغط على الدول المتدخلة في الشان الليبي سواء جماعة الفاغنر الموجودة في بعض المناطق في ليبيا والتدخل التركي وكافة التدخلات سيد عرقوب أعود بك إلى الحديث الأول الذي بدأت به في هذا الحوار هناك اليوم تخوف من أن تتشكل هذه السلطة التنفيذية ويبقى موعد الانتخابات مرهونا يعني بوضع البلاد إذا ما وضعنا في الاعتبار المسألة الوقتية اختيار ألية السلطة التنفيذية من ثم طرح الأسماب إلى نيل الثقة من مجلس النواب إلى التشكيل الوزاري عوامل كثيرة وتطيل من عمر الأزمة حتى خلينا نتكلم أن موعد الانتخابات لم يتبقى عليه الوقت الكثير يعني هذه الأمور هل سوف تؤثر بشكل أو بآخر على عقد الانتخابات نهاية هذا العام؟ نعم بكل تأكيد أستاذ الفاضل أنا دائما أؤكد لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا ولا يمكن إنتاج حكومة وطنية في ليبيا طالما أن البلاد تخضع رسميا تحت الاحتلال الروسي وتحت الاحتلال التركي أنا أعترف بأن ليبيا محتلة في الججو الشرقي أو من الوسط إلى الشرق تحت الاحتلال التركي وتحت الروسي وتحت الاحتلال أو الوصاية الروسية هذا أمر موجود روسيا لديها قواعدها العسكرية في الجفرة لديها الطيران الميك 29 لديها قادفات القنابل القادفات السخوي 24 لديها منظومة دفاع جوي S300 وأيضا على الجانب الآخر في الوطية وفي معيتيقة وفي مصراتة موجودة تركيا احتلال رسل يعني سيد أحمد حتى ولتم اختيار السلطة التنفيذية والحل السياسي يبقى العائق الأمني وتثبيت وقف اطلاق النار هكذا ترى؟ نعم نعم ممتاز وجود لقطة مهمة أستاذ الفاضل بس في عجالة أنا وصلتم أكل ختم هذه المداخلة ضيق وقت النشرة أحمد المشكلة الأمنية شفنا في انتخابات مجلس البلدي السواني إن في مجموعات مسلحة دخلت على المراكز الانتخاب سواني بن يادم سواني بن يادم وصلقوا لصناديق الاقتراع لذلك حتى الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد يصعب إقامة فيها انتخابات فمختص بكلام الحديث عن انتخابات نهاية السنة هي محاولة لتدوير الأزمة ودر الرماد في العيون لا يمكن في ظل الوضع الراعن إقامة انتخابات نهاية السنة نعم أحمد شكرا جزيلا لك كنت معنا الناشط السياسي أحمد بوارغوب حدثتنا من موسكو تعرضت ليبيا خلال أكثر من تسع سنوات لأكثر من 5479 غارة جوية ومدفعية نفذتها جميع الأطراف في حرب متقطعة ومتوقفة حاليا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي حسب ما سجلت منظمة إير وورز البريطانية المختصة بمتابعة مختلف الصراعات في العالم نتابع أحدث مشروع للبيانات حول الحرب في ليبيا أظهرت للمنظمة البريطانية إير وورز خرائط شاملة لـ 5479 غارة جوية ومدفعية تعرضت لها ليبيا خلال أكثر من تسع سنوات تغطي جميع الضربات المعروفة المبلغ عنها محليا حتى الآن نفذتها جميع الأطراف في حرب متقطعة ومتوقفة حاليا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي المنظمة المختصة بمتابعة مختلف الصراعات في العالم قالت إنها أطلقت الدراسة الجارية في صيف 2018 واستمرت يوميا لرصد الوضع الأمني في ليبيا حيث سجلت المئات من القتل والمدنيين المحتملين في الصراع الذي شهد ألاف الضربات الجوية ما لا يقل عن عشرة آلاف من المتحاربين الأجانب والمحليين على الرغم من أن أي منهم لم يعترف بأي ضرر للمدنيين من أفعاله وتمكن فريق من الباحثين والمتخصصين من تحديد المواقع الجغرافية عن كل غارة بأكبر قدر من التفاصيل مع وجود عديد الأضرار المدنية كما أتاحت الخريطة التفاعلية الجديدة استكشاف الصراع في ليبيا وتأثيره على مناطق مختلفة من البلاد إضافة إلى رؤية الفصيل الذي قصف في أي منطقة ومن تسبب في أكبر قدر من الأذى للمدنيين ما أكشف وجود علاقة واضحة بين استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية ووفيات غير المغاتلين وأودى الصراع الليبي منذ العام 2012 حتى الآن بحياة ما يصل إلى ألف ومائة مدني من خلال الضربات الجوية والمدفعية فضلا عن القتل بين الجماعات المسلحة حسب المنظمة البريطانية الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أصبحت تتلاشى تدريجيا بعد أن كثفت تركيا من محاولاتها من أجل التقارب مع الاتحاد الأوروبي وإزارة التوتر حول العديد من الملفات في مسعى لاستعادة مسار مفاوضات عضويتها بالتكتل المجمدة منذ أكثر من ثماني سنوات ويرى بعض من المراقبين بأن ذلك إن حصل سيكون مردوده إيجابيا تجاه الدفع بالعملية السياسية الجارية اليوم في ليبيا تركيا أصبحت على مقربة من فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي وذلك بعد سنوات من التوتر ويقول مراقبون أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يستبق وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض قد يكون أكثر عدائية تجاه أنقرة عبر سعيه إلى تهديئة علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي وفي مؤشر إلى استيائها من دبلوماسية تركية ترى أنها تزداد عدوانية اتفقت الدول الأوروبية الشهر الماضي على فرض عقوبات على أنقرة على خلفية التنقيب أحادي الجانب عن الغاز في شرق المتوسط وأثارت تركيا استياء شركائها الغربيين أيضا عبر تدخلها في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وبدعمها أذريبيجان في نزاعها مع أرمينيا في منطقة ناغورني جارباخ لكن بعد أشهر من الخلافات التي كانت ذروتها مبادلات كلامية مهينة بين أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يؤكد الرئيس التركي أنه يرغب في فتح صفحة جديدة في العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي وتبادل أردوغان وماكرون رسائل في الأيام الأخيرة فيما قد يعد مؤشرا إلى مصالحة بينهما وتدعم تركيا حكومة الوفاق في الأزمة الليبية بعد أن وقعت معها في نوفمبر 2019 اتفاقية عسكرية وبحرية سمحت لها بالتدخل على الأرض لحماية شرعية حكومة الوفاق من القيادة العامة أحال النائب العام المصري المستشار حماد الصوي ثلاثة متهمين التحق بتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا إلى محكمة أمن الدولة العليا وأوضح بيان صادر عن النائب العام المصري اليوم أن المتهمين الثلاثة من بينهم متهم محبوس وأثنان هاربان تولوا قيادة وتمويل جماعة المرابطون الإرهابية التي أسسها المحكوم علي بالأعدام هشام العشماوي يواجه ملف وتسليم الداعشيات الأجانب وأبنائهن عقبات قضائية وقانونية وذلك بعد أن أنهينا مدة عقوباتهن داخل سجون في غرب ليبيا نتابع بعد مرور سنوات على تطهير ليبيا من عناصر داعش في سرط وبنغازي وسبراتا ومناطق أخرى إذ ألقي خلال تلك الفترة القبض على العشرات من النسوة الأجنبيات المتورطات مع أزواجهم المسلحين بعضهم مصحوبين بأبنائهم لكن يلقى ملف تسليمهم إلى بلدانهم عقبات قضائية وقانونية وأنهت عدة أجنبيات متورطات في النشاط الإرهابي سواء ضمن تنظيم القاعدة أو داعش مدة عقوبتهن داخل سجون في غرب ليبيا ليصطدمن برفض بعض الدول استلامهن وهناك أصوات حقوقية داخل ليبيا تتمسك بضرورة إنهاء فترة سجنهن بشكل كامل في ليبيا قبل ترحيلهن وقد باشرت السلطات القضائية في كل من ليبيا وتونس والجزائر وحكومات إفريقية التفاوض بشأن إمكانية ترحيلهن في أقرب وقت حسب ما ذكرت مصادر تونسية في انتظار بدي إجراءات قانونية لعودتهم إلى بلدانهم والتحقق من هوياتهن دراسة مغربية صدرت في العام 2020 قدرت عدد المحتجزات بمائة وست سيدات وصفتهن بالجهاديات المتواجدات في السجون الليبيا حيث ينتمين إلى جنسيات مالية وعراقية وإرترية وسودانية مشيرة إلى أن عددا من السجنات مرفقات بأطفالهن بينهن 26 تونسية يتوزعن بين السجني مصراتا وطرابلس إلى مدينة مصراتا حيث نظم العاملون في مصلحة الضرائب بالمدينة اعتصاما اليوم احتجاجا على تأخر المرتبات والخصم الذي طال المصلحة إسوة بالمؤسسات الأخرى إذ اضطررنا إلى الاعتصام بإدارة ضرائب مصراتا وكافة الإدارات والمكاتب الضريبية في الدولة الليبية بعد صبر طويل لعل الحكومات المتعاقبة على البلاد تعطينا حقنا ولكن للأسف الشديد لم نرى منها إلا الإهمال وعدم المبالاة وليس هذا فقط بل زاد الأمر سوءا وزاد الإهمال وزادت مطالب الحكومة من تحقيق الإرادات وزيادة حجم العمل الضريبي وزياد عدد المؤولين في الإدارات وتناقص عدد الموظفين لأن البيئة أصبحت طاردة للكفاءات ولم تقم الوزارة بواجبها تجاه المصلحة ولو بالمطالبة بحقوق موظفيها من السلطات العليا بل زاد الأمر سوءا بأن حجبت العديد من المزايا من موظفي المصلحة وأسقطت العديد من حقوقهم اجتياح وباء كورونا لا يزال مستمرا بل بسلالة جديدة أكثر فتكا من سبقتها ليبيا كغيرها من الدول تفشى فيها الفيروس وسط غموض حول ألية مكافحته نتابع رقم جديد يندر بالخطر الذي يجتاح العالم وعدم قدرة القاعدة الصحية في ليبيا مواجهته فبعد عدة قرارات صدرت الأيام الماضية منها توفر اللقاح الخاص بفيروس كورونا خلال الأشهر القادمة وعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ألف وواحد وسبعين إصابة بفيروس كورونا في ليبيا وألف وسبعة وخمسين حالة شفاء وأربعة عشر حالة وفاء وبحسب البيان وصل عدد الإصابات في عموم ليبيا إلى مائة وتسعة ألاف وثمانية وثمانين حالة وألف وستمائة وخمسة وستين وفاء أرقام أعلن عنها مركز الرصد الأول والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضة تسجيل خمس إصابات جديدة بالفيروس إضافة إلى ثمان حالة شباه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار حضر من عدم قدرة النظام الصحي الليبي بإمكاناته المحدودة التعامل مع زيادات متوقعة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد مضحا أن الوضع الوبائي يتفاقم وسط استهتار ملحوظ في تعامل المواطنين مع الفيروس نتابع النشر بعد فاصل قصير وفيها قتلى وجرحى في هجوم مسلح على مدينة الجنين السودانية أهلا بكم من جديد وفي الشأن الخارجي نبدأ من تونس حيث شهدت أمس احتجاجات عنيفة عمت عددا من المناطق التونسية وسط غضب على ترد الأوضاع الاقتصادية في البلاد نتابع تستمر لليوم الثالي على التوالي في ضواحي العاصمة التونسية ومحافظة سليانا ومحافظة نابل وسوسا الاحتجاجات العنيفة رغم فرض حظر التجول هناك تأتي المواجهات مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بالرئيز للعابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات الربيع العربي وفي سوسا أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين الذين أغلقوا الطرقات وأحرقوا الإطارات علما أن قوات الأمن تصدت لمخطط تنفيذ أعمال شغب وأحبطت عملية سرقة بنك وفقا لروسيا اليوم من جهة أخرى قالت مصادر أمنية إن شبانا اقتحموا محلات تجارية وصرقوا محتوياتها كما جرت مواجهات في مدينة القلعة الكبرى المحاذية لسوسا أيضا كما اندلعت احتجاجات عنيفة في عدة مناطق بالعاصمة من بينها حي التضامن والملاسين وفوشان والسجوم وشهدت ولايات الكاف بنزر تسليانا احتجاجات وأعمال شغب قتل شخص وجرح ستة آخرون جرى انفجار عبوة ناسفة في سيارة في بلدة سجف الريف الشمالي لمحافظة حلب السورية وذكرت وسائل أعلام محلية أن من بين الجرحة طفلا وامرأة وأضافت أن الانفجار أدى إلى أضرار مادية كبيرة في سوق البلد الواقع في ريف مدينة إعزاز وتحت سيطرة فصائل معارضة للحكومة وتم إسعاف المصابين وأخماد النيراني في سوق البلد أعلنت حركة العدل والمساواة في السودان ارتفاع عدد قتل أحداث العنف في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور إلى خمسين أتابع أعلنت حركة العدل والمساواة في السودان أن عدد قتل أحداث العنف في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور في تزايد مستمر بجانب حرق أجزاء كبيرة من معسكر كريدنج للنازحين في المدينة ودعت الحركة السلطات الحكومية إلى توفير الأمن وبسط هيبة الدولة ومنع كافة أشكال ومظاهر الإنفلات الأمنية من جهته قال رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان إن حمل السلاح خارج المؤسسات النظامية ساهم في ظهور القتل العشوائي والصراعات القبلية وأشار إلى أن الشعب السوداني ظل يعاني من حمل السلاح خارج المؤسسات النظامية ما أسهم في ظهور القتل العشوائي والاحتراب والصراعات القبلية على صعيد متصل قرر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إرسال وفد إلى مدينة ولاية غرب دارفور برئاسة النائب العام تاج السر الحبر برفقة ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية تتعلق مهمة الوفد وفق بيان لمجلس الوزراء بمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية ذكرت شبكة فوكس نيوز أن صواريخ إيرانية بعيدة المدى سقطت في المحيط الهندي على بعد نحو 180 كم من موقع حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس نيميدز حيث رصدت الأقمار الصناعية الأمريكية إطلاق الصواريخ من إيران بينما أعلن الحرس الثوري الإيراني عن مناورات عسكرية دفاعية في منطقة الصحراء المركزية وسط إيران نتابع أجرى الحرس الثوري الإيراني المرحلة الأخيرة من مناورات الرسول الأعظم بإطلاق صواريخ باليستية بعيدة المدى مضادة للصفن وأكد قائد الكوة أجرى فضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمير علي حاجي زادة إن القدرات الصاروخية وسيلة لصنع الاقتدار والأمن للشعب الإيراني وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية قال زادة إذا أراد أعداءنا يوم من ما أن القيام بتحركات شريرة فهذا جزء من استخدام القواعد الثابتة والأرضية والتي تم ممارستها في المرحلة الأولى من المناورات بواسطة استخدام الطائرات المسيرة وصواريخ أرض أرض والتهديد الثاني له جانب بحري وقد تمت مواجهته بشكل جيد في المرحلة الأخيرة من المناورات في هذا الوقت كشفت شبكة فاكس نيوز الأمريكية عن سقوط صاروخين إيرانيين باليستيين على بعد 180 كم من حاملة الطائرات الأمريكية يؤس أس ناميتس في المحيط الهندي ما أدى إلى تطاير الشظايا في جميع الاتهجاهات وأكدت الشبكة الأمريكية أن صاروخا واحدا على الأقل هبط على بعد 20 مايلا من السفينة التجارية يوقع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدون في يوم تنصيبه الأربعاء المقبل أوامر تنفيذية تتعلق بقرارات أصدرها سلفه دونالد ترامب بالإضافة إلى أوامر أخرى تهدف للتصدي لجائحة كورونا وتدهور الاقتصاد الأمريكي وينتظر أن يوقع على أمر تنفيذي يعيد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس للمناخ على عكس توجه سلفه وهي الخطوة التي وعد بها مرارا خلال حملاته الانتخابية وقبل حفل التنصيب للرئيس الأمريكي جو بايدون أفادت وسائل أعلام أمريكية بإصابة عدد من الأشخاص جراء حادث إطلاق نار في مدينة فينيكس مركز ولاية أريزونا وفي السياق ذاته تستعد الأجهزة الأمنية الأمريكية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهي ولاية دونالد ترامب في العواصم الخمسين للبلاد نتابع تأهب أمني موسع في عواصم الولايات المتحدة احترازاً لاحتجاجات المسلحة مع قرب رحيل ترامب إذ تستعد الأجهزة الأمنية الأمريكية لمواجهة تجمعات مؤيدة للرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب في عواصم الولايات الأمريكية الخمسين مكتب التحقيقات الاتحادي حذر من احتجاجات المسلحة محتملة في جميع عواصم الولايات بدءاً من اليوم حتى موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في العشرين من شهر يناير الجاري سيؤججها أنصار ترامب المؤمنين بتزوير الانتخابات هذا واعتقلت شرطة الكابيتل رجلاً من ولاية فيرجينيا أثناء محاولة المرور عبر نقطة تفتيش للشرطة في وسط واشنطن يحمل أوراق اعتماد مزيفة لحفل تنصيب بايدن ومسادة وأكثر من 500 طلقة وتشهد شوارع واشنطن الآلاف من أفراد الحرس الوطني مسلحين في استعراض للقوة لم يسبق له مثيل في العاصمة الأمريكية كما سيتم خلال الأيام المقبلة منع الزيارات إلى عدد من المعالم الشهيرة بأنحاء البلاد لا تذهب بعيداً النشر متواصلة وفيها بعد فاصل قصير احتفالات في مهرجان فيفتشاني السنوي بمقدونيا رغم الكورونا أهلاً بكم من جديد إلى مقدونيا الشمالية حيث احتفل عدد من السكان في مهرجان فيفتشاني السنوي مؤخراً وأبدو تمسكهم بعدم إلغاء هذا التقليد التراثي العتيق بسبب تفشي جائحة كورونا نتابع على الرغم من القيود المفروضة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا احتفل عدد من سكان مقدونيا الشمالية في مهرجان فيفتشاني السنوي مؤخراً قائلين أنهم لم يسمحوا للجائحة بالغاء هذا التقليد التراثي الذي يرع تاريخه إلى قرون مضط وارتد المحتفلون أزياء وأقنع غريبة على هيئة أشباح وحيوانات مثل الغوريلا لكن البعض استلهم أزيائهم من وحي جائحة كورونا كما ارتدوا الأقنع الواقية من الغاز ومعدات التطهير وقام المحتفلون بتجهيز أزيائهم سراً بعيداً عن أعين رجال الشرطة وقالت أن وكريستينا لتاني كانت تحتفلان في المهرجان أن هذا التقليد جزء لا يتجزء من كيان قرية فيفتشاني ولم يتم إلغاؤه طوال تاريخها إلا نادراً وأضفت الفتتان أنهما لا تعرفان على وجه التحديد ماذا تم إلغاء المهرجان وأنه ربما ألغي منذ قرن مضى عند تفشي وباء الكوليرا في البلاد ويقول السكان أن الاحتفال بالمهرجان يرع إلى أكثر من ألف عام ويرمز إلى الاحتفال بالعام الجديد في التقويم اليولياني الذي ما زالت بعض الكنائس الأرثوذكسية تستخدمه في بعض البلدان الأوروبية والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع الزميل انتصار مساء الخير انتصار مساء الخير فراج أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الدنار في السوق الرسمية ووصل إلى 4 دنانير فاصل 47 قرش بعد أن سجل 4 دنانير و 46 قرش في آخر تعاملات رسمية يوم الخميس الماضي هذا فيما هبط متوسط سعر صرف اليورو إلى 5 دنانير و 40 قرش بعدما سجل 5 دنانير و 42 قرش بحسب جدول العملات الذي نشره المصرف المركزي حذر البنك الدولي من أن يؤدي فشل تحقيق الاستقرار السياسي إلى الإضرار بنمو الاقتصادي في ليبيا على المدى الطويل يبدو أن الحل السياسي في ليبيا لن يتأثر بأي تسويات اقتصادية كما تعول البعثة الأممية بعد اجتماعاتها مع ممثلي المسار الاقتصادي الأسبوع الماضية فقد حذر البنك الدولي من أن يؤدي فشل تحقيق الاستقرار السياسي إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي في ليبيا على المدى الطويل مؤكدا أن البلدان المصدرة للنفط كانت أقل تأثرا بتدعيات فيروس كورونا من البلدان المستوردة للمحروقات فعلى الرغم من تراجع التوترات الجيو السياسية في بعض النواحي إلا أن اتفاقية تايوق في إطلاق النار في ليبيا واليمن تعد فرصة لزيادة تحسين الأمن في المنطقة وتقليل تزاود عدم الأمن الغذائي محليا لكن على المدى الطويل فإن أي فشل في تحسين الاستقرار السياسي سيكون ضارا بالنمو التقديرات تشير إلى أن الناتج في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 7.5% في العام الماضي فيما يظل نمو ناتج القطاع النفطي مقيدا بفعل التزامات تجاه اتفاق أوبك المعني بخفض الإنتاج وبخصوص الأفاق المستقبلية يتوقع البنك الدولي أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 1.2% في العام 2021 مما يحكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج مصرف ليب المركزي بضرورة الإسراء في مباشرة فتح الاعتمادات المستندية ومنح الأهمية والأولوية لاستيراد مادة الدقيق بما يكفي احتياجات السوق وفق رسالة وجهها إلى محافظ المصرف اليوم وأكد السراج أن السمرار الحال على ما هو عليه يمثل تهديدا لحياة المواطن ويشكل خطرا على الأمن والسلم الاجتماعي قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن غياب الميزانيات لصيانة أصول المؤسسة أوصلنا إلى تخفيض وإنقاص الإنتاج مؤكدة أن غياب الميزانيات تتحمل مسؤولية الجيات التي تقف عائقا في سبيل تسييل هذه الميزانيات الأمر الذي يكلف الخزانة العامة خصائر فرص بيعية تتجاوز 165 مليون دولار وطلبت المؤسسة بضرورة توفير الميزانيات المطلوبة وتسييلها في المواعيد المحددة وبشكل منتظم وإلا فإن الأمر سيتفاقم وقد يؤدي إلى توقف الإنتاج في مواقع أخرى كشف تقرير نشره مجلس الأعمال الأمريكي الصيني أن خفضا ولو معتدلا في الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية سيكون له تأثير مفيد على النمو الاقتصادي والتوظيف في الولايات المتحدة وحذر معدود تقرير من أن الاقتصاد الأمريكي سيدر في هذه الحالة مبالغ أقل بتريليون ونصف تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة ويفقد 732 ألف وظيفة في عام 2022 وثلاثمائة وعشرين ألف وظيفة في عام 2025 قال خبراء اقتصاديون أن الصين سجلت أدنى معدن نمو سنوي لها منذ أكثر من أربعين عاما في العام الفائت بسبب تفشي فيروس كورونا رغم الانتعاش القوي للنشاط الاقتصادي الذي حققته في نهاية العام بعد سيطرتها على الوباء وتقدر مجموعة من 13 خبيرا حاورتهم وكانت فرانس بريس ارتفاعا بنسبة 2% لإجمالي الناتج الداخلي كمعتل في العام 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عالمي والآن مع صفحة رياضية أثبت لستر سيتي جديته في البقاء في سباق المنافسة على لقب الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تقدم إلى المركز الثاني بالفوز بهدفين دون رد على سوثامتون بفضل هدفين جيمس مادسون وهارفي بارنس ليشتاز ليفربول حامل اللقب في جدول الترتيب وتنفس فرانك لامباردو مدرب ويتشلسي الصعاداء بعد أن وضع فريقه حدا لسلسلة من ثلاث مباريات بدون فوز في الدور بتغلبه بهدف دون رد على مضايف فولم وفي مباراة أخرى كان هدف ميخايل أنتونيو المبكر كافيا ليفوز وسطام يونيتد على برني الوديع ويتقدم إلى المركز الثامن في الدوري وفي الدوري الفرنسي أحرز ليفن كورتزاو هدفا في الشوط الثاني ليمنح باريس سان جيرمان بعض عرض متواضع الفوز بهدف دون رد على مضايف أنجي والتقدم لصدارة الدوري نختتم جولتنا من أستراليا حيث قال جريك تيلي مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس إن أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد ستنطلق في موعدها في الثامن من فبراير شبهات رغم غضب بعض اللاعبين المجبرين على دخول حجر صحي صارم في ميلبورن بعد اكتشاف حالات إيجابية بكوفيد-19 في رحلاتهم الجوية وقال تيلي إن البطولة ستنطلق في موعدها لكن الاتحاد الأسترالي للتنس سيبحث إجراء تعديلات في البطولات الإعدادية لأستراليا المفتوحة من أجل مساعدة اللاعبين المتأثرين بهذه المشكلة الصفحة الأخيرة والكاريكاتور وفي ختام النشر نذكركم بموقعنا الإلكتروني الوسط تقبلوا تحياتي فرج الفرجان في أمال ترجمة نانسي قنقر